اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب ان حوار المنامى الذي ينعقد وللمرة الخامسة عشرة في مملكة البحرين يعد ركيزة اساسية لتنمية والامن والاستقرار في المنطقة باعتباره منصة حيوية لتبادل الاراء والافكار وبحث ومناقشة القضايا والاحداث ووضع الحلول والمرئيات الفاعلة لتجاوز التحديات التي تعيق من مسيرة التقدم والنماء للدول ومستقبل الشعوب مشيدة بحكمة جلالة الملك المفداء يده الله وما تحقيقه مملكة البحرين من منجزات حضارية رفيعة في ظل المسيرة التنموية الشاملة والحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لاستمرار تحقيق اهداف مجالات تنمية المستدامة ودعم الاستقرار في المنطقة وضمان الامن والسلم الدوليين معربة عن بالغ شكرها وتقديرها للقائمين على تنظيم حوار المنامة بكل نجاح وتميز من قبل وزارة الخارجية والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية وأكدتنا الدعم النيابي لكل ما من شأنه دعم التنمية والامن والاستقرار في المنطقة ودول العالم أجمع